ومشاهدين أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع بعد جلسة متقلبة مع صدور محظر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر الحذر بين صناع السياسات تم مساعدة على إذكاء أمال المستثمرين في بقاء معدلات الفائدة ثابتة وارتفعت المؤشرات الثلاثة ستاندر أند بورز 500 وداو جونز ونازد أكا المجمع الذي زاد نحو 97 نقطة